وينضم إلينا من رام الله نهاد أبو غوش الباحث في الشأن الإسرائيلي سيد نهاد دعنا نبدأ من حيث انتهينا من الأخبار محاولات أو قطع للعلاقات الدبلوماسية ما بين دول في أمريكا اللاتينية وإسرائيل ما فائدة هذا الموقف بالنسبة للعدوان على قطاع غزة هل ستؤثر هذه الدول بالفعل في قرارات إسرائيل بالإضافة إلى دول أخرى أم أن هذا فقط حراك دبلوماسي إسرائيل لن تأخذ به في الخطوة التي بدأتها بالفعل بالعدوان على قطاع غزة صباح الخير وتحياتي لكم ولمراسليكم الشجعان المنتشرين في كل أرجاء قطاع غزة وحتى في الإدارة الأمريكية كان أسئلة لافتة من مراسلكم الحقيقة أن هذه المواقف مهمة جدا ومميزة وهي شكل بوصلة للرأي العام الدولي للضمير الإنساني المنزه عن الأغراض وعن المصالح الاقتصادية والأمنية والعسكرية التي تقيد أحيانا مواقف بعض الدول هذه دول بعيدة جدا نغرافيا ولا تربطها بفلسطين والشرق الأوسط سوى روابط إنسانية عامة لكنها تتخذ مواقف منسجمة تماما مع ضمائر الشعوب مع القانون الدولي مع القانون الدولي الإنساني وبلا شك أن الحكومات القائمة في هذه الدول وهي ليست فقط ربما بوليبيا وكولومبيا وشيلي أيضا فنزويلا وكوبا وإلى حد كبير أيضا برازيل ومعظم دول القارة الأمريكية اللاتينية تتخذ مواقف مؤيدة للحق الفلسطيني ليس لأنه من روابط قومية ودينية بل لأنه هذا هو القانون الدولي هذا هو القانون الدولي الإنساني وأعتقد أن هذا يمكن أن يشكل مؤشرا للرأي العام الدولي ويمكن أن يؤثر إلى حد كبير على مواقف القوى المقررة للسياسات العامة حتى في أوروبا وفي أمريكا صحيح أن هذا تأخر كثيرا وأن آلة الحرب الإسرائيلية تنضي بالقتل والفتك والإبادة الجماعية لكن بواكير النهوض أو استيقاظ الضمير العالمي من غفوته سواء من خلال التظاهرات الحاشدة في أوروبا أو في أمريكا أو حتى من خلال هذه المواقف هذا بلا شك يشكل إسنادا جديا للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة رأينا وأن تبعت ما ورد في نشرتكم من مواقف نفاق يعني حقيقة مواقف يعني منحازة للآلة الغاشمة لآلة القتل وتتجاهل مأساة الفلسطينيين التي عبر عنها مسؤولو الإدارة الأمريكية وكأن حياة الفلسطين لا تهم أحدا بينما الحق المطلق والمقدس في نظرهم هو لما يسمى حق الصين في الدفاع عن نفسها هنا أود أن ألاحظ أنه الإدارة الأمريكية ومن خلال كبار المسؤولين حتى الرئيس بايدن والوزير بلينكين والوزير أوستين وقائد قوات أمريكا في الشرق الأوسط وعدد من الجنرالات يشاركون في غرفة عمليات الحرب ويتطلعون ويتدخلون في أدق تفاصيل العمليات العسكرية الإسرائيلية لكنهم بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين يعني يتحدثون بلغة عامة مبهمة فضفاضة ويتركون أمر تنفيذ هذا الأمر لإسرائيل إسرائيل هي التي تقرر إلى أي حد يمكن أن تراعي حياة المدنيين الفلسطينيين أو لا تراعي هي حرة المسألة الأولى المقدسة هي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بينما حق الفلسطينيين في الحياة هو شيء ثانوي وهذا المنطق الأعواج لا يمكن أن ينتج إلا عن معادلة نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين والنظر للفلسطينيين وكأنهم مخلوقات أدنى من مستوى البشر هذا هو المنطق الذي عبر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يواث جلند حين قال أن هؤلاء حيوانات بشرية وهو يتحدث عن مليين الفلسطينيين وليس عن حركة حماس وبالتالي كل هذه الحرب المجنونة كل هذه الإبادة هي تستهدف الفلسطينيين ولو تتبعنا الأهداف السياسية لهذا الحرب لثبت لنا بشكل دامغ أن إسرائيل لا تستهدف عركة حماس بل تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه ولذلك أطل برأسها مشاريع عودة الاستيطان تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إزاحة العائق الجغرافي والبشري والسكاني والأمني من مشروع قناة بن جوريون بين خليز العقبة والمحر المتوسط توطين الفلسطينيين في سناء أو إلقاءهم في وجه الأمم المتحدة وأيضا من يتابع ما يجري في الضفة الغربية التي ليس فيها سلطة لحماس ولا وقعت فيها عملية طوفة الأقصى يلاحظ أن مخطط الإبادة والتهجير والتطهير العرقي ماض على قدم وساق أيضا كل يوم كل يوم اليوم كان في على الأقل سبع شهداء يعني في مختلف ناقض ضفة وبلغ عدد الشهداء خلال فترة أيام الحرف فقط 125 شهيدا وهذا رقم كبير نظرا لغياب المواجهات يعني المستمرة واليومية لدينا في الضفة أكثر من 1600 معتقل وعتقلوا فقط خلال الأسبوع الأقير إغلاق كامل للمؤسسات عدوان للمستوطنين إذن كل هذا يدل على أن المستهدف والشعب الفلسطيني هذه حرب إبادة تستغل إسرائيل هذه اللحظة التاريخية لكي تفرض برنامجها الاستراتيجي بالسيطرة على كل أرض فلسطين دون فلسطينيين وهذا الأمر يعبر عنه عدد من الجنرالات وعدد من أعضاء الكنيسة حتى أن أحدهم يعني المدعو سموتريتش يقول أن بن جوريون وهو مؤسس دولة إسرائيل وأول رئيس وزراء لم ينهي مهمته في العام 48 وبالتالي الآن إسرائيل عليها أن تكمل هذه المهمة وهي يعني اللي ترجمناها لغة واضحة هي مهمة التطهير الإرقي ويعني القضاء على أي وجود فلسطيني في أرض فلسطيني التاريخية وهذا الخطر ينطبق على كل الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة أو حتى في الداخل المحتل العام 1948 نعم قبل قليل كنا قد قرأنا خبرا عن محادثة أو مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي والملك العاهل الأردني الملك عبدالله في هذه المكالمة تم التأكيد على أن هناك اتفاق على عدم تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن بالأمس كان هناك وثيقة للخارجية الأمريكية تحدثت عن مساعدات بمقدار 100 مليار أو أكثر من 100 مليار للاجئين سواء الأوكرانيين أو الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بمعنى أن هناك حديث عن تهجير أيضا ربما في الضفة الغربية ما الذي يجري في هذا الملف على وجه التحديد هل هناك بالفعل اتفاق دولي محاولات لدعم إسرائيلي كي تنفذ مخططها بإخراج الفلسطيني من شمال القطاع وربما حتى من الضفة أم أن هي فقط مخطط إسرائيلي تحلم إسرائيل بأن تطبقه على أرض الواقع يعني هذه أطباع إسرائيلية حيانا تختفي أو تختفي طبيلا لكنها تظهر في مناسبات معينة وإسرائيل اعتقدت أن التفويض الممنوح لها لحربها حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني يمنحها فرصة تاريخية نادرة لتطبيق مخطط التهجير مخطط التهجير هذا ليس يعني وليد السرع من أكتوبر أذكر بخطاب نتنياهو في الأمم المتحدة حين عرض الخريطة أمام كل العالم وقال هذه إسرائيل وكانت معزولة والآن هي لها علاقات وشطب وجود الشعب الفلسطيني هذا الشطب ليس فقط في مثل هذا الخطاب بل هو في كل المقاربات السياسية التي طرحتها إسرائيل خلال العشرة عوام الماضية والتي ترفض المفاوضات حتى مع رئيس محمود عباس ترفض أي مسيرة سياسية وترفض التعاون مع الشعب الفلسطيني إلا من زاوية التسهيلات الحياتية والمساعدات الاقتصادية بمعنى هم لا يعترفون بوجود شعب فلسطيني وبالتالي لا يعترفون بأي حقوق سياسية للفلسطين أو سيادية لكن هذا المشروع بلا شك يصطدم مع عقبات جدية وليست سهلة وهي رفض المطلق من قبل جمهورية مصر العربية والأردن لمخطط التهجير بالإضافة إلى تمسك الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه ليس فقط بالمقامة بلأن المدنيين يفضلون الموتى في وطنهم على ألا يهجروا هنا علينا أن ننتبه إلى أن الفارق الجوهري بين الموقف المصري والأردني من جهة وبين الموقف الأمريكي أمريكا تقول أنها ليست مع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من وطنهم لكن هي لم تقل بصراحة أنها ضد التهجير الداخلي الذي تكون به إسرائيل الآن إسرائيل تهجر الفلسطينيين من شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى جنوب القطاع وهذه مسألة هي خطوة أولى على طريق التهجير الشامل ولذلك الموقف الأمريكي أنا أعتقد أنه محاب تماما لإسرائيل ويؤيد أعمالها المخالف القانون الدولي وهذا الأمر إن مر حتى ولو أجيزة من ناحية الدعم السياسي الأمريكي بلا شك هذا سيشكل سابقة قطيرة بالنسبة للعلاقات الدولية وبالنسبة للنظام الدولي بفشل مؤسسات الأمم المتحدة بفشل النظام الدولي هذا استمعته قبل قليل للمسؤول الأمريكي كيربي الذي كان يتحدث لمندوبكم بالمناسبة هناك شرائط فيديو تقارن بين ما قاله عن أوكرانيا بتفاصيل كثيرة وما يقوله عن فلسطين وهذا نموذج فعلا للنفاق الدولي وازدواجية المعايير خصوصا بالنسبة للتعامل مع المدنيين أو حرمان المدنيين من أبسط المقومات الإنسانية للأسف أن إسرائيل وبدعم أمريكي تستخدم حتى الممرات الإنسانية التي سمح بها أو جرى الحديث عنها كأداء تهجير وليس كأداء لإنقاذ الفلسطينيين بمعنى حين يقال سمح للفلسطينيين بإدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة إسرائيل أصرت على عدم وصول قطرة ماء واحدة شمال يوادي غزة وقالت للناس إذا أردتم معونات ومساعدات انذهبوا إلى الجنوب أي أنها تستخدم القصف والإبادة والقتل والتدمير مع المساعدات الإنسانية لتهجير الفلسطينيين وهذه خطة سياسية وليس خطة أمنية صحيح أنها ترمي في المرحلة الأولى إلى جعل منطقة شمال غزة منطقة مفتوحة لحربها ضد قيادة حماس وبالتالي هي في حل من مراعاة أي اعتبارات مدنية وأي كائن حي يظهر في هذه المنطقة سيعرض نفسه لآلة القتل الإسرائيلية لكن هذه خطة أولية لأن هناك جنرالات ووزراء ومحللون وعضاء كنيسية يقولون أنا الأوان للعودة إلى الاستيطان في غزة وأنا الأوان لإعادة بناء مستوطنات غلاف غزة مع إطلالات بحرية جميلة على البحر كل هذا الأمر للأسف الشديد يجري بدعم يعني ورعاية ويعني سماح من قبل الإدارة الأمريكية التي لا تلتفت لا ترى حياة الفلسطينيين مهمة وللأسف أن هذا الموقف ينسحب أيضا على مواقف بعض الدول الأوروبية لكن أنا أقول رغم الألم ورغم المعاناة الشديدة ورغم المأساة نبقى متفائلي بوجود أصوات حرة بضمائر حرة في أوروبا حتى نصف مليون متضاهف في لندن هذا ليس أمرا هينا مئات الألوف الذين طافوا المدن الألمانية وحتى في فرنسا التي تمنع كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني في معظم الدول الأوروبية هناك تحركات مهمة ولا شك أن هذا بات يمثل خيارات سياسية لقوة اجتماعية وسياسية مهمة في أوروبا يعني ليست مجرد حركة عفوية بل هناك تيارات وقوة سياسية وأحزاب ونقابات ومؤسسات حقوق الإنسان تعارض هذا الالتحاق الذين من قبل بعض الحكام بالموقف الأمريكي الذين يقدسون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكنهم لا يلتفتون على الإطلاق لحق المدنيين الفلسطينيين في الحياة ترجمة نانسي قنقر